بسم الله الرحمن الرحيم السؤال حول إجارة الذهب أن يستأجر الذهب ويأخذ شيئا ويعطيه الربح شهرا بشهر مثلا الجواب ما هو عقد الإجارة أن يبقى العين ويستفيد من منافعه فإذا أجار مثلا هذا الذهب ووضعه مثلا في مكانين ويرجع هذا العين عين الذهب فلا أشكل فيه أما ما يصطلح عليه الآن بأن يؤجر إنسان الذهب ما يصنع اليوم فهو ليس إجارة بل اسمه إجارة فهو أكل مال بالباطل فعقد الإجارة والفقهاء لكر في كتبه الفقه ويستفاد من كلماته بأنه يجب أن يبقى العين ومن منافعه يستفاد الإنسان فإنما يستاجر بيتان بمعنى أنه يستاجر هذا البيت يسكن فيه ويعطيه شيئا فشيئا الإجارة أو مثلا يأخذ الذهب ويضعه مثلا في مكان ويرجعه يسأل بعض الشباب أي نظر مصالح أكونا بيع أكونا أما أي نظر أما إجارة نيسة ما هو مرسوم في يومنا هذا من إجارة الذهب ليس حقيقة بمعنى الإجارة السؤال حول الرهن أن يؤجر الدار لصاحب الدار الجواب الجواب بأن صاحب المنزل هو مالك المنزل فلا صاحب المنزل ومالكه هو أن يتصرف في الرهن وبنحو الوثيقة على المنزل فلا معنى أن يؤجر البيت المرتهن لصاحب البيت ومالكه مثل من يريد أن يؤجر هذا البيت لشخص آخر فيجب أن يكون بإذن صاحب البيت فالتصرف في هذا البيت ليس صحيحا إلا بالإجازة بهذا المعنى أن يؤجر هذا البيت الآخر قد ارتهنه السؤال حول الإذان والإقامة بالنسبة إلى الصلوات المقضية الجواب لأنه إذا جمع بين الصلوات كما في العروة فتسقط الأذان ولكن الإقامة لا تسقط فلا مشروعية للأذان قال جماعة بأنه هذا على نحو الرخصة للعزيمة وأنا نظر أيضا على هذا الشيء بأنه حين الجامع فإنه يكون على نحو الرخصة فشارق الأجاز بأنه لا يؤذن ثانية وإذا أذنه فإنه لا يشكل فيه لشمول الإطلاقات فهناك رواية تذكر عدم نزوم الأذان ولكن هل هو بنحو الرخصة والعزيمة قال جماعة من الرخصة وآخرون بالعزيمة نعم 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 الحم الخاص بي حم بكاء رحمن بكاء فيب وبكاء عاقب حم موليس حم موليس وغير الموليس حم خذك شرط ثاني شوفوا بالصلاة هناك شروط متعددة من الشروط القربة ومن الشروط الطهارة ومن الشروط ولا تأمير المؤمنين صلى الله عليه هذا شرط غير شرط العقل هذا شرط شروط متعددة نعم 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 الجواب يوم وإذا كان زمان قد مر كثيرا نعم فهي رازي باش اگر رازي نشد وتكون هذه البنت التي لم تعد الأمان عليها أن تعد الثمن ثمن الكفا وتكون ضامنة السؤال في نبش القاب قد نسوا الحنوط الجواب إذا لم يكن اهانة للميت ينبش و يستخرج وهذا مسألة عرفية مثلا هناك قبر شخص عالم معروف محترم فلا يحرم نبش القبر لأن الإمام عليه السلام قال حرمته ميتة لك حرمته حية واليهانة هنا عرفية الشعر لم يبين معنى اليهانة ولكن إذا كان ميت شخصا عادية امرأة عادية رجل عادي مثلا في اليوم الأول وأمثاله فلا أشكاله في النبش إذا كان لك ضرورة وإلا فنبش القاب بالإجماع لا يجود فإذا كان اليوم الأول نعم لا أشكاله فيه أما بالنتيجة إلى الميت إذا وضع في القرأ اليوم الأول والثاني أو أمثال هذه الأمور ويأتي عليه تأتي عليه ديدان والحشرات فمع النبش يعد هناك هانة للميت الناس ينظرون له هذا الشيء فيجب أن لا يكون بهذا النبش وإذا كان للميت فإذا كان يوم الأول فإذا كان للميت وإذا كان للميت أشكاله لا يداره السؤال في مفهوم السفار هل اخذ الغياب اول عودة الاياب؟ الجواب انظروا في السفار الشارع قد جعل هناك مفهوم خاص الشارع قال ثمانة فراسخ بعض الروايات بريد او بريدان غياب اليوم اربعة فراسخ عموديا او يذهب اربعا ويرجع اربعا يعد ثمانة فراسخ فان الشارع في السفر اصطلاح خاص وقد بين معناه اي ثمانة فراسخ فاذا كان ثمانة فراسخ امتداديا فيعد سفرا وإلا اذا مثلا يذهب اربعة فراسخ ويريد الرجوع لا يبقى فأيضا يعد ثمانة فراسخ وإلا ان كان غير ذلك فلا يعد سفرا السؤال اذا يختلف السفر العرفي والسفر الشرعي الجواب نعم يختلف عرفان اذا ذهب اربعة فراسخ ورجع لا يعد عرفان سفرا ولكن الشارع قد اخذه بمعنى السفر واجعله احكام خاصة نعم 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 اه نعم اصدق نعم النعم وإنما هي عبارة الفقهاء للتسهيل في المسألة وإلا فلنا ثلاثة عنوين في الروايات أولا من عمله السفر السائق سائق مثلا القطار أو الباخرة حيث أن عمله هو السفر عمله هو السفر وثانيا عمله في السفر لا يكون عمله هو السفر ولكن عمله في مدينة ومثلا منزل ومسكن في منزل آخر فيذهب ويرجع فعمله يعده في السفر وهذا الثاني والعنوان الثالث من لا وطن له كالرعاة وأمثالهم حيثك في الصحاري والبراري كلما أمطرت السماء مثلا مكان وهناك غذاء مثلا للماشا يذهب إلى هناك ربما ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أقال أكثر فهؤلاء صلاتهم يكونوا تماما وعليهم الصوم أيضا وهناك شرط أن لا يبقوا عشرة أيام في مكانه أسأل على أنه مثلا شخص مدة شهر أو شهر ونصف مثلا يذهب كل يوم إلى مكان ويرجع لعمله مثلا هذه الأمور كالعامل فما حكمه الجواب محل خلافه أهل بعض قالوا بأنه الشهر الواحد لا يكون ملاكا في صدق كثير السفر عليه مثلا قالوا أنه سنة أو ستة أشهر أو مثلا أكثر من ذلك مثلا هذه الأمور أنا نظري واستظهاري على أنه إذا كان في شهر واحد يذهب كل يوم ويرجع فحكمه حكمه كثير السفر أصار على مثلا العامل لا يعلم متى يرجع مثلا يذهب ربما بقي ستة أشهر في مكان لعمله وربما أقل من ذلك وأكثر الجواب إذا احتمل إذا احتمل مثلا يبقى شهرين أو ثلاثة أو أربع مثلا فهذا يعد كثير السفر وعمله في السفر السؤال هناك اختلف بين الفقهاء من إمامة الجماعة والمرجعية فأنه العدالة شرط أو الفسخ يكونوا مانعا فإذا كان المشهور على أنه العدالة شرط فإذا العدالة كانت الملكة النفسانية فالملكة النفسانية ليست لعامة الناس موردة أحرازا فكيف يمكن أن يحرز شخص بأن هذا المرجع أو هذا الإمام مثلا عادله الجواب الملكة النفسانية ليست شيئا مثلا غامضة مثلا فلان يكون كريم يكون إنسان شجاعا وأمثال هذه الأمور فالملكة لا يكون شيئا مثلا غامضة حيث لا يمكن الوصول إلى هذه الدرجات مثلا كجابر بن عبدالله الأنصاري وسلمان وأبو ذار وأمثالهم مثلا وصل إلى درجة عالية جدا فالملكة هي حالة أنه يعلم أن فلان يبغض الذنب ولا يحب الذنب وإذا أذنبه فيتوب لله سبحانه وتعالى سريعا هذه الحالة بالنسبة لبعض الأفراد نعم يحرز ولكن لبعض الناس مجهولية الحال فلا يمكن الجواب نعم إذا أمكان الإحراس فهوه الله فلم تثبت العدالة فهوه الله فلم تستطيعا بعد هناك مثلا أخرى فإذا عاشرتم شخصا مدة من المنزل وعرفتم بأنه لا يأتي بالذنوب لا يترك صلاته فمن حسن ظاهره بأنه ربما يحتمل الإنسان بأنه حسن ظاهره هل يكون ملاكا معانه ربما ربما لا يأتي بشيء غير حقيقي وواقعي يمثل للمجتمع مثلا فهذا مسألة ثانية الكثير قالوا بأنه حسن الظاهر هنا يكفي في إثبات عدالته الجواب انظروا هذه التعاريف المتعددة لم تأتي كلها بمعنى واحد معاني مختلفة والفقي يتخذ ويختار تعريفا ويعمل على أساسه ومقالده أيضا يقلد الفقيه في هذه المسألة هذا بالنسبة للعدالة حيث تورد فيه تعاريف متعددة كما ذكرتم فهذا الغموض وعدم البيان وعدم الوضوح بالنسبة للجاهل أما الفقه هو الحاكم الشارع مثلا المرجع للتقليد يعرف هذه الأمور فالجاهل يرجع إلى مرجعه ويقلده فالجاهل خبرات أما الفقه أما الفقه فالجاهل خبرات فالجاهل تقليد سيكون أخذ ضرورة أشكال نظر لا لأختيار السؤال هل يمكن باليد اليسرى أن يمتح على رأسه الجواب البعض قالوا لا أشكال فيه ولكن أنا الآن في حال الاختيار ليس بها للمسألة في حالة ضرورة نعم لا أشكال فيه بل أن الربع المقدم الرأس سوف رأس كافو بوش نمش السؤال أين موضع مسحر الرأس الجواب والربع المقدم على الرأس رأس لا لن يريد لا لا لن يريد يريد لا أنا أقول اخوة باطل اخوة كل كان السؤال إذا بطل في أثناء الوضوء إذا بطل الوضوء في أثناء الوضوء هل عليه أن ييبس مواضع الوضوء ثم يتوضى من جديد الجواب فإن مشهور الفقهاء قالوا أن أثر المسح يجب أن يكون ظاهرا على الممسوح فإنه مثلا في مسح الرأس أو الرجل إذا كان به بلال فإذا مسح عليه مجددا لا أثر للمسح الثاني فلا ينفع هذا أما إذا كان بالنحو مثلا يبس أو مثلا كانت الرطوبة قليلة حيث يتبين المسح الثاني فصحيحنا أشكاله نعم لا استحباب نعم ينبغي ظاهرا في الاستحباب ومتراد لك المستحب في التعبير ينبغي هم في التعبير الأفضل هم في التعبير هذا كله ظاهرا في الاستحباب السؤال بالنسبة لمن يتم عدة من الأفراد إلى إمام مجهول الحال فهل أتمكن أقتدي به أولا الجواب لا إلا إذا ثبت لكم وأحرز لكم بأنه من اقتداء هؤلاء أن هذا الإمام هو عادل وإلا لما كانوا ليصلوا خلفه فاختداء جماعتين إلى إمامين وإلى شخصين وتعرفون أن هؤلاء ليسوا بأفراد يصلون خلف كل شخص فيعثمد الإنسان ويكون سببا هذا على عدالة الإمام فالإطمئنان يكون حجة عنده السؤال إذا كان الإمام جماعة يكره أن يختدي به المأموم وما حكمه صلاتهم الجواب شرط صحة الجماعة لا يكون قبول أو عدم قبول الإمام ورضاه بالنسبة إلى الاقتداء به حتى مثلا إذا قال شخص بأنه لا أرضى أن يختدي به أحد وإذا أقتدلتم به فلا أشكال فيه وهذا نظير التقليد حتى إذا قال مرجع للتقليد بأنه لا أرضى أن يقلدني أحد فلا يكون شرط صحة التقليد هو رضاء المرجع أو رضاء الإمام ومع الجماعة لأنه الخطاب مواجهة إلى المأموم بأنه إذا كان الإمام عادلا أو هذا المرجع مثلا عادلا فقلده أو مثلا صلي خلفه السؤال الوقف يمكن أن يرجع للملكية؟ الجواب لا إلا في الموارد التي يجوز بيع الوقف والشيخ الأنصاري ذكر بعض هذه في المكاسب مثلا في الموارد الخاصة أن يبيع الإنسان الوقف ويرجع إلى الملك ويجب أن ينظر إلى أي الموارد يجوز بيع الوقف المكاسب ذكرها إذا كان أحد الموارد فيجوز فالوقف إذا إلى أن يارث الله الأرضى من عليها السؤال إذا أوقف شخص أرضان أو مثلا شيئا وقال لا يكون وقفا إلا بعد مثلا موت ويوقفه الجواب الوقف يجب أن يكون من اللحظة التي أوقفها ويوقف شيئا بأنه أما مثلا إذا قال أوقف هذا الشيء من حين موتي فلا يصح أو مثلا هو لا يصح أيضا أن يقول أوقف هذا الشيء عشرة سنوات فهذا أيضا لا يصح نعم شوفوا الفصاحة والجودة مو لازم في إمام الجماعة لازم يتلفظ بالحروف تلفظ صحيح هس إما خفيف أو غليظ هذا ما يقاله أما إذا لا مو صحيح جماعة قالوا أنا هم نظري هالشكل لأنه إمام الجماعة لا يضمن إلا القراءة فقط إذا في الركوع غلط يقول سبحان ربي الأزيمة مثلا بالحمزة يقول ما يخلص لأنه هو المأموم يقول سبحان ربي العظيمة ل velocidad هان إذا بعيد الإمام يقرر غلط جماعة قالوا أنا هم نظري هالشكل أنه إذا المأموم يقر REALLY ف הוא ما يخالف الجماعة صحيحة يعني تنحسب الجماعة نعم تنحسب جماعة ولا هثوا بس بعض قالوا لا ما يجوت هذا مع الخلاب وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة